يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام وما زلنا نتحدث عن مجريات غزوة بدر الكبرى كنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن أشياء كثيرة منها خروج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العير وخروج جيش قريش لنجدة عيرهم حتى وصلنا إلى التقاء الجيشين وذكرنا بعض الأشياء ولعلنا نعيد ذكرها أو نذكر بها ثم نستمر في ذكر المجريات لما التقى الفريقان وصوبت قريش من العقنقل الذي هو الكثيب العظيم كما ذكرت سابقا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أتت بخيالائها وكبريائها اللهم أحنهم الغدا ثم لما أخذت قريش تبعث عن مكان كي تعسكر فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جمل أحمر وهذا الرجل كان عتبة بن ربيعة وكان ينهى الناس عن القتال وسبب نهيه للناس عن القتال أن قريشا لما اطمأنت في العدوة القصوى أرسلت عمير بن وهب لكي يحزر جيش المسلمين فجال بفرسه ثم رجع وأخبر قريشا بأنهم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ولكنه قال ولكني رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع وإنه يعني لن يصل أو لن تنتهي هذه المعركة أو بمعنى الكلام الذي قاله حتى يقتل كل واحد منهم واحدا منا ولو قتل كل واحد منهم واحدا منا فإنه ليس في الحياة أو في العيش بعد ذلك خير فارتأوا رأيكم أو انظروا إلى ما تصلون إليه من الرأي فعند ذلك قام حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيع وقال إنك سيد قريش لما لا تكون سيدا إلى أبد الدهر قال وماذاك؟ قال ترد الناس عن القتال أو تكف الناس قال فعلي بحليفك أو يعني اكفني حليفك وهو عامر بن الحضرمي الذي ذكرنا أنه قتل أخاه عامر بن الحضرمي في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه فقال أنا أكفيك هو وقال ولكني أخشى أن يشجر الناس أبو الحكم أو عامر بن هشام الذي هو أبو جهل فإتهي فذهب إلى أبي جهل وعتبة من ربيعه كان وقف على بعيره وهو يقول يا أيها الناس أو يا معشر قريش اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة وإنكم تعلمون أني لست بأجبنكم النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف ويشهد هذا المشهد أو هذا المنظر ورجل على هذا الجمل الأحمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر ثم ناد علي نادي حمزة وكان حمزة أقرب الناس إلى قريش من صاحب الجمل الأحمر فقال حمزة هو عتبة بن ربيعه وهو ذا ينهى الناس عن القتال وعتبة بن ربيعه هو يعني من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب له جدا يعني يجمعهم عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف فعبد مناف هو جد جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد أبي عتبة بن ربيعه لأن عتبة بن ربيعه اسمه عتبة ابن ربيعه ابن عبد شمس ابن عبد مناف فعبد مناف جد أبي عتبة وهو جد جد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب منه صلى الله عليه وسلم يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني عمومته وهو سيد من سادات قريش المشهورين وهذا الموقف الذي كان منه في هذه الغزوة في غزوة بدر قد كان منهم موقف شبيه به قبل ذلك بسنين في حرب الفجار يعني قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكان يعني حضر شيئا من هذه المعارك معارك الفجار وهي معارك حصلت بين بني كنانة قريش وكنانة كنانة وقريش كلهم يعني يرجعون إلى كنانة يعني قريش ترجعوا إلى كنانة وبني كنانة الآخرين مع قريش يحاربون بني أو بني هوازن فكانت الحروب بينهم يقال لها حروب الفجار وكانت أيام عظيمة جدا وفيها مقاتل وفيها أهوال فكان آخر نهاية هذه الحروب آخر حرب للفجار نهايتها كانت على يد عتبة بن ربيع لأنه كان وكان صغيرا يعني كانت في حجر عمه أو ابن عمه حرب ابن أمية بن عبد الشمس هو عتبة بن ربيع بن عبد الشمس وكان سيد قريش في ذلك الوقت في آخر حرب الفجار وكان النبي يعني يناهز الاحتلام أو قد احتلم صلى الله عليه وسلم كان حرب ابن أمية بن عبد الشمس رئيس قريش في ذلك الوقت لأن هاشم قتوفي وكذلك عبد المطلب فكان هو الرئيس لقريش ولبني كنانة كافة في تلك الحروب وكان عتبة بن ربيع في حجره غلاما صغيرا فكان حرب ابن أمية الذي هو أبو أبي سفيان بن حرب المشهور وهو جد بن أمية الذين كانوا خلفاء المسلمين في عهدهم هذا حرب ابن أمية كان في حجره عتبة بن ربيع كما ذكرته فكان يخاف عليه من هذه الحرب فكان يمنعه من الخروج معه إلا أن عتبة بن ربيع خرج دون أن يعلم به حرب ابن أمية فلما التقى الفريقان كنانة وقريش في صف وبن هوازن في صف آخر ما راعهم إلا عتبة بن ربيع على جمل بين الصفين وهو يقول يا آل مضر لأن هوازن وكنانة يجمعهم مضر يا آل مضر على ما تقتلون ما هذا الاقتتال فقالوا وإلى ما تدعو قال أدعو إلى الصلح ونحن ندي قتلاكم ويعني نعفو عن قتلانا يعني نعطيكم دية قتلاكم وكانت القتلى في بني هوازن أكثر منه في بني كنانة أو في قريش ومن معهم فقال ندي أو ندفع دية قتلاكم ونعفو عن قتلانا قال من لنا بذلك؟ قال أنا قالوا من أنت؟ قال عتبة بن ربيع أهبن عبد شمس فقالوا رضينا وما هو يعني الضامن أو الضمان؟ قال نعطيكم رهنا يعني نعطيكم فأعطوهم أربعين رجلا من قريش وكنانة فيهم حكيم بن حزام سلموهم إليهم مقيدين أن هذا رهن حتى نعطيكم دية قتلاكم فلما رأى بن هوازن أو بن عامر بن صعصعة هذا الرهن مقيدا وقد أعطوهم إياه يعني تجاوزوا عن دية قتلاهم وعفو عن الدماء وعند ذلك اصطلح الفريقان فكان عتبة بن ربيع سببا لصلح قريش وكنانة مع بني هوازن وكان هو سببا لانتهاء هذه الحروب والتي هي آخرها عرب من حروب الفجار كان هو سببا في نهايتها طبعا هي تسمى حروب الفجار بكسر الفائي من الناس من يقول الفجار والصواب أنها حروب الفجار من المفاجرة كالقتال والمقاتلة فهذا الرجل عتبة بن ربيع كان سيدا من سادات قريش حتى قيل بعد هذه الحادثة إنه لم يسد مملق من قريش إلا رجلان عتبة بن ربيع هو أبو طالب مملق يعني شخص ليس عنده أموال في العادة أن الذين يسودون هم الأغنية لكن هؤلاء يسادوا وهم مملقون ليس عندهم أموال ثم عرفت قريش مكانة عتبة بن ربيع في قتال بدر ينهى الناس عن القتال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون في أحد خير أو في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر لكن أبا جهل بن هشام لعنه الله يعني لم يدع عتبة يرد الناس ويمنع القتال فقال لابن الحضرمي قم وانشد خفرتك يعني قد رأيت ذأرك بعينك وهذا عتبة ينهى الناس ويريد أن يرجع بالناس ويزعمون أنك تقبل الدية في أخيك فعند ذلك ذار الرجل وقال وعمراه وعمراه فحنق الناس وشحنت النفوس واستعدوا للقتال وكان قد قال كلمة كنت ذكرتها في أحد اللقاءات الماضية قال هو أمر عامر بن الحضرمي أن ينشد خفرته وقال في حق عتبة بن ربيع انتفخ والله سحره يعني أنه جبنة يقوله أبو جهل يريد أن يحفز عتبة بن ربيع على القتال وقال لعامر بن الحضرمي قد رأيت ذأرك بعينك فانشد خفرتك عامر بن الحضرمي كما هو معروف هو أخو العلا بن الحضرمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشتان بين الرجلين هذا مات كافرا وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظام والله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين كما هو معلوم وقصصه كثيرة وكراماته أيضا كثيرة وهي مذكرة في كتب السيرة فعند ذلك لما قال أبو جهل بن هشام انتفخ والله سحره قال عتبة بن ربيع سيعلم مصفر استهي من انتفخ سحره منا عند ذلك غضب عتبة وتهيأ للقتال واستعد ثم راح يبحث عن بيضة يجعلها على رأسه البيضة هي الخوذة في مصطلحهم يسمون الخوذة البيضة راح يبحث عن بيضة يضعها على هامته على رأسه فإذا هامته عظيمة لم يجد في الجيش خوذة تسع هامته فاعتجر بي ثوب عنده ثم برز للقتال ونادى برز هو عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع أخوه والوليد بن عتبة ولده فدعوا الناس لمبارزة يعني برزوا أمام صف المشركين وقالوا أبرز لنا أكفاءنا من بني عمومتنا ثم برز لهم أناس من الأنصار ولعلنا إن شاء الله نستريح قليلا ثم نعود إليكم بإذن الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد أيها المشاهدون الكرام كنا وقفنا في حديثنا عند خروج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة للمبارزة لكن قبل المبارزة عندما قام عامر بن الحضرم و سار يقول و عمراه و عمراه و حنق الناس و ثارت النفوس و أرادوا بدء القتال خرج رجل من المشركين بنفسه اسمه الأسود بن عبد الأسد المخزومي من بني مخزوم أخوه أبو سلمة بن عبد الأسد في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الحجائب يعني نجد أخ هنا هذا الأسود بن عبد الأسد في صفوف المشركين و أبو سلمة بن عبد الأسد في صفوف المؤمنين أبو عزيز بن عمير في صفوف المشركين ومصعب بن عمير في صفوف المؤمنين أخوه علي بن أبي طالب في صفوف المسلمين وعقيل بن أبي طالب في صفوف المشركين حمزة بن عبد المطلب في صفوف المؤمنين العباس بن عبد المطلب في صفوف المشركين يعني إخوة هذا يقاتل هذا وهذا يقاتل هذا وهكذا أب وابنه أبو بكر الصديق في صفوف المؤمنين وابنه عبد الله في صفوف المشركين عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر عامر بن الجراح أبو عبيدة بن عامر بن الجراح في صفوف المؤمنين وأبوه في صفوف المشركين وهكذا يعني هناك قرابات لكن هؤلاء يقاتلون لله وهؤلاء يقاتلون حمياً نسأل الله العافية والسلامة أي المشركين فجاء هذا الرجل وكان رجلاً شرساً الأسود بن عبد الأسد المخزوم وقال أعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لا أهدمنه لأن كما ذكرت في الحلقات الماضية أن المسلمين غوروا جميعاً القلب الآبار التي في جهة المشركين قبل مجيئهم من أول الليل من البارحة وأبقوا قليباً واحداً وهو القليب أقرب قليب إلى المشركين الذي خيم عليه المؤمنين وجعلوا هناك حوض وفي الحوض آنية فيشربون والمشركون لا يشربون فمما زاد غيظ المشركين يعني أنهم ليس عندهم ماء والمسلمون عندهم ماء فعند ذلك قام هذا الرجل الأسود بن عبد الأسد المخزوم وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لا أهدمنه أو لا أموتن دونه ثم جاء يعني مندفعاً إلى حوض المسلمين فتلقاه حمزة وكان حمزة يعني مقداماً كما هو معلوم وكان فيه يعني من أقرب الناس إلى المشركين فتلقاه حمزة فاختلف فضربه حمزة ضرب ساقه وسقط على ظهره ووجهه إلى المشركين لكنه كان قريباً من الحوض فصار يزحف حتى هدم الحوض بيده يريد أن يبرق سما هذا الرجل يعني يقال أنه نزلت فيه قول الله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً بخلاف أخيه هذا الرجل يقول الله فيه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعير إنه كان في أهله مسروراً وأما أخوه أبو سلمة فقد نزل فيه قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا قال العلماء نزل في هذه الآية لأنه أول من هاجر من المدينة أو من مكة إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته مشهورة خرج وكانت معه زوجته أم سلمة التي أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه فلما خرجت معه أمسكها قومها وقالوا لا نترك ابنتنا تذهب معك فعند ذلك أمسك قوم بن مخزون بولدهم الرضيع الذي كان مع أمه وقالوا لا نترك ولدنا مع هذه المرأة فهؤلاء أخذوا زوجتهم أمرأتهم وهؤلاء أخذوا ابنهم وأبو سلمة ذهب إلى المدينة المنورة مهاجرا بدينه ومتبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا لأنه أول من ترك أهله فهو سينقلب بإذن الله إلى أهله مسرورا وقد نزلت فيه وفي غيره يعني اللفظ نازل فيه ولكنه اللفظ عام فهو له ولغيره من المؤمنين ثم لما ذكرت أن عتبة بن ربيع خرج للمبارزة وهكذا معه خرج شيبة بن ربيع وكان خروجهم حمية وغضبا لأن أبا جهل قال انتفخ سحره فهو يريد أن يثبت للناس أنه ليس بجمان وهو في الحقيقة معروف أنه ليس بجمان وكان ابنه أبو حذيفة في صفوف المؤمنين ينظر إلى أبيه وينظر إلى عمه شيبة بن ربيع أبوه عتبة بن ربيع وعمه شيبة بن ربيع وأخوها الوليد بن عتبة وأختهم كما هو معلوم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عن الجميع عن عتبة عن أبي سفيان وعن هند بنت عتبة وعن أبي حذيفة رضي الله عنهم لما خرج عتبة بن ربيع خرج من صفوف المؤمنين ثلاثة من الأنصر عبد الله بن رواحة ومعاذ ومعوذ ابناء عفراء فلما خرجوا للقتال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في نفسه كره أن يكون أول من يقاتل الناس يعني أو أول من يقاتل قريش أناسهم من الأنصر كان بوده أن يكون من المهاجرين أو من قومه لكنه لم يتكلم صلى الله عليه وسلم لكن عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة سأل عتبة بن ربيع من القوم فسموا أنفسهم عبد الله بن رواحة وفلان وفلان من الأنصار فقالوا كرام أكفاء يقوله عتبة بن ربيع ولكن نريد أكفاءنا من بني عمومتنا فعند ذلك سره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عبيدة بن الحارث قم قم يا عبيدة بن الحارث قم يا حمزة بن عبد المطلب قم يا علي بن أبي طالب فقام الثلاثة عبيدة بن الحارث في مقابلة عتبة بن ربيع وكان عبيدة أكبر الجيش كان أسن الجيش كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم هم في السن سواء يقول الراوي كأنهما أسطوانتين من يعني من عظمهما فكان عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة عتبة بن ربيع وهو ابن عم عتبة بن ربيع أيضا وحمزة بن عبد المطلب في مقابلة شيبة بن ربيع وعلي بن أبي طالب في مقابلة الوليد بن عتبة أما علي بن أبي طالب وحمزة فلم يمهل صاحبيهم حمزة قتل صاحبه مباشرة وهكذا علي بن أبي طالب كأنه أمس الذهب وأما عتبة بن ربيع وعبيدة بن الحارث بن المطلب فاختلف ضربتين أما عبيدة فضرب عتبة على عاتقه فأسقط عاتقه وأما عتبة بن ربيع فضرب عبيدة بن الحارث على رجله فأطار ساقه فعند ذلك قام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأجهز على عتبة بن ربيع وسحب صاحبهما إلى صف المسلمين هنا تحاجز الناس وهؤلاء واقفين وهؤلاء واقفين وهذه يعني مبارزة وكانت المبارزة في صالح المسلمين وأبو جهل بن هشام هو يرى المنظر ويقول لا يغركم هذا فإن عتبة عجل ثم يقول لا تقتلوا أحدا وإنما أمسكوهم يعني إمساكا كأنه يرى أنهم قادرون عليهم إنهم قلة ذلة وهكذا ويحرض قومهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وهم يحملان عبيدة بن الحارث بن المطلب جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فقال عبيدة بن الحارث بن المطلب يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق به من قوله و نسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل كذبتم و بيت الله نبزى محمدا و لما نقاتل دونه و نناظلي و نسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل يقول لو رآني أبو طالب الذي قال هذه القصيدة و هي بيتان من قصيدة طويلة جدا و قد مدحها العلماء يقول ابن كثير رحمة الله عليه أن هذه القصيدة أعظم من المعلقات السبع و أن فيها من البلاغة الشيء العظيم و هي مطلعها يقول فيها أبو طالب خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابلي هذه بداية القصيدة يقول خليلي لما يعني هي قصة طويلة أنهم حاصروا بني هاشم في شعب أبي طالب و لعلنا نتحدث عن هذا الحصار فهو يقول خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء يعني أذني لا يمكن أن تصغي لأول عاذل أول من يعذلنا سواء كان ذلك في حق أو كان في باطل لأننا تقاطعنا و نحن و قريش لأن قريش حاصرت بني هاشم في الشعب و سيأتي إن شاء الله لعله يأتي ذكر ذلك و قال في هذه القصيدة يعني مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كذبتم يقصد قريشا لأنهم أرادوا أن يسلموا أن أبا طالب يسلم محمدا لهم ليقتلوه فهو يقول كذبتم و بيت الله نبزى محمدا يعني لا يمكن أن نسلب النبي صلى الله عليه وسلم أو محمدا نبزى يعني نسلب كذبتم و بيت الله نبزى محمدا و لما نقاتل دونه و نناظلي و نسلمه حتى نصرع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل فعبيدة بن الحائرة بن المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومته يقول يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بهذا القول منه ثم قال يا رسول الله أنا شهيد قال نعم و أنا عليك شهيد و مات رضي الله تعالى عنه في طريق رجعتهم و دفنا في الصفراء رضي الله تعالى عنه إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا و على ربهم يتوكلون